تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم ثلاثاء على قناة سيرفيسبور الريال مدريد بعيش واحدة من أفضل فتراته في تاريخ كرت القدم منذ وصول مورينيو بألفين وعشرة والفريق بتحسن وتطور دائم ثم وصل القمة الأولى مع أنشلوتي بالعاشرة ومع زيدان بثلاثية أبطال موفق جدا ريال مدريد بتعينات المدربين أو معظم المدربين في آخر عشر سنوات والآن بيعيش مرتاح مع مدرب خبرة مع مدرب محبوب لجماهي الريال مدريد لكن في تاريخ ريال مدريد بعض تعينات المدربين الكارثي ربما يكونوا مدربين جيدين بعيدة عن ريال مدريد لكن لما يجوا عند ريال مدريد لا نتائج ولا اسلوب ومشاكل كثيرة ورثها النادي بسبب قدومهم طبعا رح أستثني بعض المدربين اللي كان عندهم فترة أولى ممتازة ورجعوا وكانت فترتهم الثانية مثلا غير جيدة أو العكس مثلا ديستيفانو الفترة الأولى مقبولة الثانية كانت سيئة ديلبوسكي فترته الأولى للعلم لما كان مدرب مؤقت كانت كارثية لكن بعد ذلك كانت فترته عظيمة نبدأ برقم خمس المدرب أرسينيو إيجليسياس هذا درب ريال مدريد ست شهور فقط من يناير ليونيو ألف وتسعمائي ستوتسعين خلال موسم خمس وتسعين ستوتسعين مدرب كانت سمعته كويسة في الدور الإسباني كان عم بنافس ريال مدريد وبرشلونة في الدور الإسباني ثلاث سنوات واربعض قبل ما يجع الريال وثلاث مواسم واربعض أخذ ديبرتيفو دائما للمراكز الثلاث الأولى لكن هذا المدرب بعد موسم أربعة وتسعين خمس وتسعين قال لك أنا خلاص بدي أعتزل وخلصنا كرة قدم عمري خمس وتين سنة وشكرك لكن بعد ست شهور جاءوا ريال مدريد وأقنعوا يتراجع عن الاعتزام فجاء ليقود نخب من اللاعبين منهم هيرو ريداندو رؤول رؤول اللي كان وقتها طبعا ناشئ وفيه لويس انريكو وفيه لاودروب لكن الأمور ما مشت معاه زي ما بده خسر من برشلونة على سبيل المثال بثلاث أهداف مقابل لشيء وخرج من اليوفي بدور الأبطال وتراجع معاه ريال مدريد للمركز السادس واللي أسوأ من النتائج كان شيء آخر هذا المدرب كان يعتبر مدرب تقليدي جدا مدرب بهمه النتيجة قال لك أن ما بهمني لا متع ولا شيء نتائج وقتها كانت طالعة فكرة اسلوب أريقوساكي اسلوب يوهاني كرويف بس كيف هلأ احنا عشنا فترة الكرة الألمانية مع كرة جوارديولا فجاء مدرب أعاد ريال مدريد للخلف كثيرا كانوا الريال عم بيحاول يروح لهذه الفلسفات الجديدة بكرة القدم فجاء واحد يقولون لا لا أسيبكم من الحكي نلعب لعب دفاعي ومعناش مشكلة بالكرات الطويلة والمهم تمشي أمورنا فيعتبر قدومه كان زي ضربة ثقافية لريال مدريد تأخر التقدم شوي هو مدرب بمسيرة محترمة لكن قدومه لريال مدريد خلق جو محبط جو بالشعور أنه الباقيين سابقينك قبل ما يتعدل لاحقا بلهم بتعيينه أكثر ريال مدريد الإنسان لما يقول لك أنا اعتزلت معادة هاينغس حطولي إياه على جنب هذا حالي خاصة صعب يرجع يعطيك بنفس الشغف ونفس الحماس وصعب يقدر يطورك واتطوره والمدرب الرابع معنا أيضا كان مدرب مؤقت لست شهور منتكلم عن إخواني لوبيس كارو قبل ما ييجي يدرب ريال مدريد ليخلف لوكسنبورغو عمره ما درب فريق في الدرجة الأولى في إسبانيا وقتها ريال مدريد كان فريق في كثير نجوم لكن أيضا كان في كثير مشاكل إهمان رونالدو بحالته البدنية رأول بدي يتراجع زيدان مصر على الاعتزال ولاعبين كثير شباب صعدين مثل روبيني وسيرجي راموس خسر من برشلونة أيضا 3-0 حقق نسبة انتصارات تقارب 50% خرج من دور 16 مع أرسنال في دور الأبطال وهو اللي خسر 6-1 مع ريال سرقسطة وهو خارج من ريال مدريد قال كلمات بتشرح انه كان خيار غير منطقي وقال ما معناه ربما لم أكن مؤهلا للوصول لهذا المستوى الاحترافي بتدريب ريال مدريد الشخص خرج فاقد الثقة بنفسه فتخيلوا اللي زرعه في لعبي ريال مدريد لما يكون المدرب فاقد الثقة المشكلة معاه ما كانت النتائج بس كانت الانهيار الإداري بشكل عام لاحظوا اني ما رح أجيب مدربين من الخمسينات والستينات والفترة القديمة هذي لأنه وقتها تعيين المدربين ما كان كثير له علاقة منطق كرت القدم بعض الأحيان ممكن صديق رئيس النادي بعض الأحيان لاعب سابق على طول يصير مدرب فما رح روح على تلك الفترة غير منطقية وخلونا نروح على رقم 3 واللي كلكم بتعرفوه واللي الأسبوع الماضي كان عم بتتفوق على أنشلوتي شوي تكتيكيا رغم خسرته باللقاء جولين لوبتيجي الشخص اللي صاحب القصة الحزينة القصة المؤلمة لما ضحها بإسبانيا وضحها باللعب بكأس العالم لعيون ريال مدريد فجاء الاتحاد الإسباني قال له ما رح تدرب إسبانيا مدامك وقعت مع ريال مدريد فتمت إيقالة والتضحية بإسبانيا في كأس العالم ثم ذهب إلى ريال مدريد تم بيع كريستيانو رونالدو الفريق مشبع ثلاث أبطال ورى بعض الفريق مرهق مرتح أبدا ثلاث مواسم مع بعض وفقهم كأس العالم وبالتالي كان الفريق مش عم بتجاوب مع لوبتيجي الفريق كان عم بلعب ربما كرة جيدة لكن ما في نتائج ما في أهداف رغم أنه فاس خمسة من أول ست مباريات وتعادل السادس الفريق بعدها دخل بمرحلة انهيار عجيب غريب في المباراة السابعة سقط مع شبيليا 3-0 وصلت فوضى في خط دفاع ريال مدريد راموس طالح هجوم مارسلو طالح هجوم وما بيرجعوا خسر مع سيسكا موسكو في دور الأبطال ثم مع لابس في برنابيه ثم بعدها جاء السقوط الكارثي قماسية سهلة جدا لبرشلونا عاريال مدريد عاش فترة عدة مباريات بلا انتصار فكانت إيه قالتوا ربما يكون مدرب جيد جاء في وقت سيء لريال مدريد لكنه مدرب كان بسجله النتائج حقق 42% من الانتصارات وهذه هي ثاني أسوأ سجل لمدرب في تاريخ ريال مدريد بدأ الموسم من الصيف كان في ريهان عليه كثير أحبط كثير ناس بنعرف الفوضى اللي صارت لعندما رجع زيدان وحعدل الأمور مرة ثانية الاسم الرابع مزدوج كماتشو ومساعدو والما بيعرف كماتشو مدرب إسباني كان له هيبته كان له خبرته وحضوره في الكرة الإسبانية في بداية موسم 2004-2005 جاء لي يقود الفريق كان ريهان انه هذا اشتغل مع مدربين سابقين في الريال مدريد مثل دستيفانو بن هانكر وتوشك وبالتالي فاهم جو ريال مدريد كماتشو هو المدرب الصح للنادي الملكي تم اختياره ليخلف كارلس كيروش لكن بعد ست مباريات تم اتقالته منها ثلاث مباريات في الدوري شو اللي صار كماتشو حاول يفرط سيطرته عن نجوم تعال ريال مدريد كان عنده قناع عنه فيه تراخي فعمل مشاكل كثير مع النجوم من أول يوم لتدرجة خرج روبرتو كارلوس وصرح تصريح شهير عندما تضرب بيدك على المكتب ياب تكسر المكتب ياب تكسر ايدك وكأنه كان بيقول كماتشو كسر ايده لأنه ما قدر يكسر النجوم ادارة ريال مدريد ما كانت مستعدة تستغني عن كل النجوم عشان مدرب فقالت له الله معك بعد ست مباريات بس وكانت المباراة اللي خلت ادارة ريال مدريد تقرر رحيله ضد اسبانيول عندما اجلس عدة لاعبين على الدك عقوبة لهم وكان من هذه الاسماء كازيس بيك هامرأول فبدل ما يعاقبهم تمت معاقبته وإقالته وتعيين مساعده ليكون المدرب وأثناء رحيله كماتشو قال جملة أنا لم أعد أستطيع تحمل الأوضاع في الريال مدريد ما كان في حل عندي إلا اللي عملته لقد كان اللاعبين خارج السيطرة لكن ربما يكون كماتشو من بداية تفكك الريال مدريد اللي أخذ سنين لعنما رجعت ماسك كفريق في غرفة تغيير الملابس طبعا المساعدة اللي هو مريانو قرسيا ريمون درب عشرين مباراة قال بعد ثلاث شهور واصل المشاكل مع اللاعبين اللاعبين ما كانوا مقترعين إنه هذا بقدر يدربهم فكان الفريق مثل مدرسة ما لهاش معلمين ولا مدير فكانت الأمور سايبة جدا وفالت للغاية فقرر بيريز يعمل الأسهل فرح جاب البرازيل لكسنبورغو عشان يتعقد مع روبينيو وبنوصل لرقم واحد اللي هو مش كثير بيجي اسمه بالإعلام لكنه مدرب ما درب في حياته إلا ريال مدريد تخيل بأجمل حياتك لما تكون مدرب مرة واحدة في حياتك لموسم واحد وهذا الموسم هو في ريال مدريد أمانسيو أمارو هذا لعب مع ريال مدريد بـ 62 للـ 76 حقق محهم دور الأبطال 66 وسجل في المباراة النهائية وحقق عشر بطولات دوري مع ريال مدريد فاز بأمم أوروبا مع إسبانيا وكان لعب أساسي في البطولة هذا يعني بعد ما خلص كرة قدم بالـ 70ات راح أشتغل بفريق الكاستية بعد ما اشتغل في الكاستية ما بين 82 و84 قررت إدارة ريال مدريد تعطيل فرصة الكبرى يدرب ريال مدريد وكانت أول تجربة إله بس على عكس زيدان كانت تجربة كارثية صاحب أسوأ نتائج لريال مدريد في العصر الحديث 40% نسبة انتصارات بس احتل المركز الخامس بالدوري بفارق 17 نقطة على المتصدر برشلونة وهذا أيامها كان الفوز بنقطين ولو حولناه على حسابات الآن الفوز بتلاتة نصير الفارق 25 خسر 4-0 مع 3-كو 4-1 مع ريال بيتس خسر 3-2 مع برشلونة وما لعب مباراة الإياب لأنه تمت إقالته بعد ما خسر في لقاء الذهاب مع الإنتر في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي أو الدور الأوروبي حاليا في نصب النهائي 2-0 وتمتعين مديل لقيله لويس مولوني لويس مولوني اللي عمل ريمونتادة على الإنتر وفاز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي في ذلك الموسم للعلم أمارسيو هذا رغم أنه كمدرب يعني موسمه كان سيء جدا ريال مدريد صاحب ريمونتادة تاريخية للغاية خسر مع أندر لخت في الذهاب 3-0 لكنهم هزمهم بالإياب 6-1 مشكلة هذا المدرب أنه وقته الفريق اتعرض لفضائح عديدة اللاعبين اعتبروا عدوهم وخاينهم وبينقل عنهم أخبار للإدارة اللاعبين كانوا يخسروا المباراة يطلعوا على الحفلات وعادي كان الفريق مسكك أخلاقيا خلينا نقول قبل ما نحكي رياضيا فالنتائج كانت واضحة للاعبين ربما ما قدر المدرب يخلق لهم هدف يلعبوا عشانه في أرض الملعب أسطورة كلاعب لكن كمدرب ما رجع يدرب بعد هذا الموسم عرف أنه مش هذه مهنته اشتغل أكثر في الجوانب الإدارية لاحقا نوصل هنا نهاية حلقة توب 5 احكوا لي إذا في مدربين سيئين في الريال مدريد أنا ما حكيتهم وحكوا لي ليش في التعليقات وعملوا لايك على الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله